صباح الخير أحبتي المشاهدين مرة أخرى متواصلون وإياكم وبرنامج صباح الماس طبعا دائما يأتيكم على الهواء من الاثنين وحتى الجمعة عند العشرة ونصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا متواصلون وإياكم وطبعا ضيفي الآخر هو السيد عمر زادة ويام منظمة اكسس مو غريب عليكم تقريبا كل يوم اثنين صباح الخير يا عمر صباح الخير صالح مصطفى شان الصحة أنا وسهنا ديك كنتش لوانك ألف الحمد لله شكر أكو موضوعة مهمة جدا لأنه جاني تساؤل عنها قبل بوطلة نهاية الأسبوع شاب موجود في مدينة ديربون يعني أهله يعتقدون أنه عنده حالة نفسية عنده وضع مهامهم هم موضوع التقاعد مهامهم موضوع المعرف إيش مهامهم علاج الولد نعم الظاهر يعني أبلش يريد يلتجئ للمخدرات بلش يريد يلتجئ تحسه مو طبيعي مهام بيه حالة غريبة نعم أكسس شنو ممكن تقدم له نعم هذا موضوع جدا يعني مهم أنه أكسس عدها عدة برامج دعمة المجتمع بها لصحة المجتمع بخصوصا موضوع أنه الشخص هذا إذا عانى من مشكلة كان يكون افتراب نفسي فأكسس عدها برنامج وعدها كادر وأطباء مختصين لمعالجة الحالة النفسية اللي يمر بها الإنسان سواء كانت أنه أثناء سفرة قبل ما ييجي لأمريكا أو المدة اللي بقى بها خارج القطر خارج العراق مثلا أو من غير دولة إلى لحد ما يجي لأمريكا مراتي لاقي صعوبات فتكون حالة النفسية شوية متوترة ويعني أكو هواية صرفات سلوكية مثل تطلع كاكتئاب أو كذلك القلق أو الخوف الشعور هذا اللي يحس به الإنسان فأعدها برنامج وعدها أكسس كادر خاص وأطباء كذلك مسؤولين على معالجة هاي المواضيع مختصين بالصحة النفسية؟ نعم معالجة هاي المواضيع النفسية اللي تخص الإنسان بصورة خاصة نعم بالفرد وكذلك إنه يعني شون تم هاي الحالة إنه يصير اتصال طبعا هو موجود فقط رقم التاليفون اللي يقدرون يتصلون عليه معه هذا الكادر المختص مع البرنامج المسؤول على الصحة النفسية يصير الاتصال من عدهم يسوي موعد معهم وكذلك يجون ويصير النقاش بكل حرية وبسرية تامة بين الشخص وبين هذا الكادر وكذلك الطبيب يكون بسرية تامة ويوصلون لمعرفة الأسباب والمسببات اللي تأدي إلى هذه الاضطرابات النفسية مثل ما ذكرت قبل شوي من حالة اكتئاب أو قلق أو خوف أو أي شيء يكون أو حتى يكون أرق مثلا إنسان ما يقدر ينام يعني أي مشكلة نفسية تخص الإنسان يتأثر عليه السلوكه اليومي مع أسرته بالشيء الخاص وبالشيء العام مع المجتمع فهذا الكادر يقدر أنه يساعد الشخص للوصول إلى الأسباب والمسببات والعلاج يعني يتخذون خطوات لعلاج وشون يتفادوها شيء بعد آخر مع هو نفس الشخص اللي راح يكون موجود مع هذا الكادر نعم طيب عمر تكاليف أنا دائما نسأل شكت نعم صراحة أكسز هي منظمة غير ربحية وهذا الموضوع هو كذلك مجانا يعني الفحوصات وكذلك الاستشارات والمشاورة بخصوص يعني الوصول إلى حل هذه المشاكل النفسية التي تخص الإنسان هو كلها مجانا نتقوم بأكسز بس فقط تتصلون على الرقم الموجود أسفل الشاشة نعم إن شاء الله يطلع على أسفل الشاشة هو الرقم هذا خاص بال ما هو الرقم عمر نعم ما هو الرقم حافظة موجود لا موجود أسفل الشاشة نعم هسه طلع الشاشة نعم 855 هو رقم موجودة على الشاشة كذلك أنه يعني أحب أنوه على شغلة أنه أي شيء تتحسون يعني حتى بعلاقاتنا الأسرية أو علاقاتنا مع المجتمع أي شيء تحسون أنه أنتو شيء غريب عليكم أو ضد وجوم من عنده أو شعور ينتابكم مثل كقلق أو خوف أو أي شيء يكون أو اكتئاب أوكي يعني اتصلوا على هذا الرقم ما بها شيء مشاورة فقط ومو نعتبر أنه فد شيء معظلة أو فد شيء صعب الاتصال مع طبيب خاص الناس يخافون يقولون يعني أول ما تقول له مثلا راجع طبيب نفسي يقول لك أنا مخبض أنا مجنون نعم مو بس المجنون صحيح صحيح حتى الإنسان الطبيعي ممكن يمر بحالات نفسية صحيح قد تكون معقدة بعض الشيء في سبيل أنه لا تأثر عليه لا ممكن يا راجع نعم أخ مصطفى أنت ذكرت هذا كلام صحيح وواقعي أنه الإنسان من يمر في أزمة نفسية من شخص يقول له روح مثلا للدكتور كذا يحس أنه هذا الشيء أنه صعب أو كذا أو يعتبر أنه هذا الجنون أو هو هذا الموضوع مو بالصحة التامة طبعا كل إنسان يعاني من مشاكل بحياتك أن تكون مع أسرته مع المجتمع مع عمله مع أي مكان مع الجامعة اللي يدرس بها أي مكان مرات إنسان يطب في مشكلة ما يعرف شون يطلع من عدها أو كذا أو شعور ينتابه بالقلق أو بالخوف أو أي شيء أو اكتئاب مثلا فهو أفضل طريقة للوصول إلى حل هاي المشكلة إنه الشخص يسوي اتصال مع الأطباء والكادر المختص على هاي القضايا النفسية إذا ما عنده إنشورنس إذا ما عنده تأمين صحي إذا ما عنده هذا أكيد أهو الأكسز يتعتني بي يتصل بأكسز أكيد أكيد يتقوم بالواجب تقوم بالواجب وتدعم طبعا على فكرة إنه إحنا خصوصا اللاجئين طبعا العراقيين والغير عراقيين ومن دول أخرى مثل ما ذكرت ببداية الحلقة إنه إحنا عانينا يعني عانينا في قطرنا وعانينا من طلعنا من خارج العراق مثلا كو قسم عوائل انتظر السنة أو سنتين أو خمس سنوات خارج القطر لما انتصل إلى توصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهاي المعانات اللي يعانوها المجتمع كله والأسر كلتها فأكيد بيها يعني انفعالات نفسية تكون بداخل الإنسان فالتأثيرات السلبية على شخصيته على سلوكه مع عائلته مع المجتمع مع أزدقاءه مع أي شيء يكون الدائر مدارة لأنه هذا الشيء صار يعني مو بكيفنا صار يعني طلعنا خارج القطر وكنا قبل نعمل مثلا في وظائف في قطرنا في بلدنا وكذلك حتى مو بس على العراق على أي دول الأخرى اللي هي كذلك لاجئين هنا جوي من غير دول ويجوي هنا مثلا السيسم يختلف الصعوبة حياة شافوها اختلاف بالحياة بكل شي اختلاف باللغة مو نفس اللغة ما اللي القطر كان يعيشون به فهذه كلها عوامل نفسية يتأثر بالاتجاه السلبي على الإنسان بس أكو إنسان يقدر يتجاوزها يتجاوزها يتبقى يتأثر ويكون مضايج ومكتئب وكذا فنحن نحاول أنه يعني أنا أبلغ الناس كلهم أنه لضوج ونضع لنضع ببارك هذا الموضوع أنه لا يوجد شيء لحل وبالصبر كذلك أنه كل مشكلة أنتوا فيه باكم تنحال ولا تعكسون مشاكلنا على عوائلنا على المجتمع نقدر نحلها مع نفسنا أو نقدر نحلها بالاتجاه مع الأطباء أو مع الكادر مختص لطباء الموحب أنه واحد يراجع طبيب نفسي أكيد لا موحب أصلاً هي حالة ضرورية جداً وحالة صحية جداً أنه تراجع الطبيب النفسي في سبيل أنه تفرغ الشحنات التي لديك تفرغ الشحنات السلبية أيضاً التي لديك لديهم طريقة هم يعلمهم بطريقة العلم التي أخذوه لديهم طريقة هم ممكن فعلاً يزرعون كل شيء إيجابي بك وسحبون كل شيء سلبي من عندك أكيد أكيد في الإنسان تكون بداخلاً مرات الشغلات يعني يشعر بها أنه مرات لا يشعر بها مثلاً هناك مرات صديق يشعر بها صديقة يقول لها مشكلته من يقول مشكلته مشكلته تخف عليه أو صديقة يقدر ينصح كذلك هذا الكادر هو نفس الحال وكأنما صديق يسألك مناقشة تكون تامة الحرية وتامة السرية كذلك تكون فقط بينك ومع الكادر نفسه مع شخص واحد من الكادر أكيد وتحكين وتعرض الأسباب والمسببات وكذلك يلقون الحلول يعني هو شيء إيجابي لصحة الفرد بصورة خاصة وينعكس هذا التأثير إيجابي على صحة المجتمع بصورة عامة شكراً جزيلاً عمر زاديان شكراً على كل هذه المعلومات مشاهدين الكرام دائماً أكلكم الاتصال على الرقم الموجود لأكسس لبرنامج الصحة النفسية ويعني سواء حتى اللي ما عنده إنشورنا سيقدر يتصل وهذه الخدمات تقدم بالمجان شكراً جزيلاً سيد عمر زاديان منظمة أكسس وشكراً لحضورك معنا في صباح الماس أنا أشكرك شكراً لك ولكالكادر كلته وشكراً لمشاهدين ومتابعتهم للبرنامج هذا شكراً جزيلاً المشاهدين الكرام متواصلين وإياكم وفقرات برنامج صباح الماس خلونا ننتقل إلى فقرة ابتسامة ومن بعدها متواصلين وإياكم وفقرات صباح الماس وأكيد ما رح ننسى اليوم معنا طبق اليوم مع الشف علي البغدادي من مطعم بغداد لكن انتظرونا في الفقرات اللاحقة والعديد العديد من الفقرات المنوعة عفواً من مطعم أشتار وأيضاً أحبتي الكرام رح ناخذ نشوف فقرة ابتسامة ومن بعدها متواصلين وإياكم وفقرات برنامج صباح أشتار أو صباح الماس ترجمة نانسي قنقر